عيد عيد العافية مقولة يرددها اليمنيون تعبيرا عن القناعة والابتهاج بالعيد وفق امكانيات المتاحة مقولة طبقت كما هي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حيث تمضي جميع المناسبات الاجتماعية والدينية والمواطن يكابد اهوال ومشقات الحياة ناهيك عن اللوازم والمتطلبات في الاعياد عيد الفطر المبارك والذي يأتي على المواطنين في اوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية فاقمتها الاتاوات والجبايات تحت مسميات عدة كالزكاة وغيرها كل هذا في ظل مصادرة رواتب الموظفين منذ نحو ثمان سنوات مصادر محلية قالت انه على الرغم من زخم المتسوقين الا ان التجارة تشهد حالة من الركود الملحوظ نتيجة عجز كثير من المواطنين عن الشراء في ظل شح الدخل وجنون اسعار السلاع الغذائية والاستهلاكية خصوصا في عيد الفطر واصبح اهتمام كثير من الاسر توفير لوازم الحياة الاساسية من مأكل ومشرب ودواء بعيدا عن احتياجات ومتطلبات العيد من ملابس ومكسرات وغيرها ونتيجة العجز اكتفت كثير من العائلات بالتسوق والعودة خالية الوفاة بسبب غلاء الاسعار في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة التي اوصلت ميليشيا الحوثي اليمنيين اليها تسع سنوات من الحرب والدمار واسقاط الدولة ابرزت الصورة الحقيقية لحياة المواطنين خاصة في مناطق سيطرة الميليشيا ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون ظروفا معيشية صعبة اكدت سقارير اممية ان اكثر من 19 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الحرب والعبث الحوثي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة